السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا راجل مسن وعاجز ومشهول هل لي الصلاة في غير اتجاه القبلة؟ لو حضرت الصلاة وأنت لا تستطيع أن تستقبل القبلة لأن المريض إذا كان وهو في مرضه حالك بتقول مشهول إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده في ميزان حسناتك وشق عليك أن أنت ما عندكش حد يساعدك أو أن أنت مش قادل تتجاه إلى القبلة وهو ذات اللي استقر في الفتوى بأنه هو ما فيش حد يوجهك إلى القبلة وإنت مش قادل تتجاه إلى القبلة آه لك أن أنت تصلي على حالك حتى لو لغير القبلة ولا إعادة عليك كما هو ماذا بالسادة الحنفية والسادة الحنابلة يبقى أنت لا عليك تعيد وإنت صلاتك صحيحة لأن أنت لا تتمكن من استقبال القبلة وإن هو ده حالك ولك أن تصلي وصلاتك صحيحة لأن أنت لا تتمكن من استقبال القبلة لأن هذا هو ما تستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه وأنت فعلت ما عليك فعلت ما عليك يعني إيه؟ زي الرجل الرجل ما له؟ الرجل بيكون عليه حدث وقد يكون حدثا أكبر قد يكون حدثا أكبر أو أوسط قد يكون حدثا أوسط عنده جنابة وحضرت الصلاة وليس عنده ماء وليس عنده كمان تراب فبيصلي على حال إحنا مش بنقول بقى زي زي إذا رأى الماء يعيد لا هو دلوقتي مش هيعمل كده مش زي فقد الطهورين لكن استقبال القبلة كما ذهب إلى ذلك استاذ حنفير استاذ حنفير يبقى هو يصلي على حاله وإن شاء الله صلاته مقبولة وليس عليه إثم يعني إيه وليس عليه إثم لا هو عليه إثم ولا عليه إعادة وهذا هو المفتبه أن أنت تصلي على الحال التي تتمكن بها من الصلاة وليس عليك أن تفعل شيئا فوق ذلك ليه؟ لأن الصلاة حدثت لا شروط إما الشرط الأخير فأنت لا تستطيع أن تحققه ولذلك صلاتك ستكون صحيحة وليس عليك الإعادة